تبدو خيارات ألمانيا صعبة في مواجهة استراتيجية روسيا بشأن الطاقة خاصة إذا قررت موسكو تقليل الصادرات ففي غضون أسابيع قليلة سيواجه أكبر اقتصاد أوروبي المعضلة ذاتها التي واجهتها بولندا وبلغاريا قبل أيام قليلة وهي إما دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وفقا لشروط موسكو أي فعليا انتهاك العقوبات الأوروبية أو وقف الإمدادات معضلة أصبحت تهدد مستقبل الاقتصاد الألماني بأسره فحتى لو تمكنت برلين بمرور الوقت من العثور على بدائل الغاز ستكون تكلفته أعلى بكثير مقارنة بالغاز الروسي الذي يغذي اقتصادها ما يضعف قدرة الشركات الألمانية كثيفة الاستهلاك للطاقة على المنافسة في السوق العالمية في هذه المرحلة لم تكن ألمانيا تعتزم فرض حظر على الغاز الروسي وإنما كانت تستهدف فقط منع موسكو من الوصول إلى مليارات الدولارات من احتياطات العملة الصعبة لكن الكريملين استخدم عقوبات الاتحاد الأوروبي حاليا ضد الأوروبيين من خلال إجبارهم على التعامل مع البنك المركزي الروسي بالروبل ومن خلال استهدافه بولندا وبلغاريا للمرة الأولى هذا الأسبوع وعلى الرغم من أنه لا يكلف موسكو الكثير إلا أنه أظهر أن الكريملين جدي في تهديداته وهكذا فإن الحرب في أوكرانيا وضعت ألمانيا بين خيارين كلاهما مر إما التوقف عن استيراد الغاز الروسي وتضرر الاقتصاد الذي يعتمد على التصدير وإما الموافقة على الدفع بالروبل الأمر الذي سيحدث شرقا في التحالف الغربي ودعم الاقتصاد الروسي الذي تستهدفه برلين بالعقوبات اشتركوا في القناة